نرجع نعلقوا على فيديو الأسيرات السهينة محمود البرودي اتسالياً هل كانت ضربة ناجحة من كتاب القسامة؟ شوف رفيق، هذا مصمار آخر يدق في ناعش حكومة بن يمين نتانياهو حركة المقاومة صدرت المعركة السياسية للداخل الإسرائيلي ووليت هي طرف محدد جداً في العملية السياسية أدخلت البلبلة في حكومة بن يمين نتانياه وأدخلت البلبلة حتى في الأحزاب الأخرى وأصبحت الأحزاب الأخرى كانت تقرأ شوه قاعدين يقولوا نفس الموقف بتاع المقاومة الفلسطينية اليوم بالتاني فإنه استغلوا ملف الأسرة والرهائن كحصان تروادة بش يدخلوا به للداخل بتاع الكيان وبش يهدوا حتى حكومة بن يمين نتانياه وأنا نتصور إنه إذا بش نكملوا ملهناه زوه ثلاثة سبيع أخرين معاش بش نتحطوا على حكومة بن يمين نتانياه أيلى للسقوط هذه الحكومة أيلى للسقوط ووقت لي تسقط حكومة بن يمين نتانياه فإنه كل المعادلة تتغير حتى السياسة الحربية الاستراتيجية اليوم للملف هذا تتغير هذه حسب رأيي أما في الأثناء حتى في اللحظات والساعات الأخيرة ستكون هناك أكثر عربدة وغترة ساهم الحكومة بن يمين نتانياه موهدا هو خاتر ما عادش عنده حل خاتر هو حتى انتقام ايه احنا بالتونسي نقوله يقدم بشيكلها رحصة دديك المذبوع ايه يقدم بشيكلها موخر بشيكلها ما عادش عارف إنه يتخبط هذه الحكومة تتخبط وأفضل مقامة به وراءه سلاحة اللي تستعمل فيه مقاومة السلاح الاتصالي أكثر فاعلية مليون مرة من السلاح اللي تستعمل فيه الكيان السهيوني لأنه حقيقة أضعف أضعف بصيفة كبيرة هذه الحكومة وزيد على هذا رفيق خلى ملف الرهائن والأسرة ملف شائك ما هوش قادر إنه يتحكم فيه بن يمين نتانياه لأنه شكادين يعملهم في نفس الوقت يتحكم على أمريكان اوكي احنا مستعدين نسيبوا رهائن لأمريكان يتحكم على ريوس عندهم ثمانية رواسة قالوا له ما احنا مستعدين أن نسيبوا خلاوه هو الوحيد الغير قادر على المفاوضة بالنسبة للرهائن بتاعه لأنه الرهائن بتاعه يتوجه له اللي يكتب البارح للرهائن ما خلينا يكونوا واضحين رهائن ما خرجوش قالوا وحدهم اللي يكتب فاهم الواقع الإسرائيلي أكثر من البن يمين نتانياه نفسه وهذه قوة وهذه تخلي المقاومة قادرة على السمود وفهم اللعبة كيفش تسير موسيقى